طيب نروح بقى لأسيوبيا الجيش الأسيوبي وسائل الإعلام النهاردة الأحد أعلنت أن الجيش الأسيوبي بيحاصر تجراي بالدبابات وأنه بيحذر المدنيين كالعادة هو اللي بيحذر المدنيين هما اللي بيوا يتصرفوا ياخدوا بالهم هما بقى مع نفسهم والمتحدث العسكري لهاية الإزاعة والتلفزيون الأسيوبي الرسمية قال أن في مراحل القادمة ما هيكون الجزء الحاسم من العملية اللي بتتمثل في حصار العاصمة باستخدام الدبابات وانهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم نحو العقول للحقول خليني بس قبل ما يعني الموضوع أسيوبيا ده توسع قوي وكتير من أنا مش عارف هو الصراع ده إيه وسببه إيه أسيوبيا تاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان هي فيها 100 مليون نسمة وأسيوبيا فيها 10 أقاليم وفيه أربع قوميات أساسية اللي هم الأورومو والأمهرة والتجري والقومية الصومالية الأورومو 40% من السكان والتجري من 6% من السكان ونظام الحكم فيدرالي يعني في حكومة مركزية ثم يعني إدارات تحكم الأقاليم من فترة طويلة جدا كان في حاكم ديكتاتور اسمه منغسطو كان في حركة تمرد المهم أن هم تجمعوا مع بعض وقدروا أن هم يكونوا تحت لواء جابة تحرير التجري أنه يتخلصوا منه وسيطروا على مفاصل الدولة والحكم لمدة تقريبا 25 سنة من مفاصل تخص الاقتصاد والمناصب السياسية المعينة الأورومو كانوا شايفين أن هم مهمشين وبشوية تحالفات لمجموعات تانية قدر أبي أحمد أن هو يصل لرئاسة الوزراء وابتدى طبعا أن هو يشيل من المناصب لزي رئاسة الأركان والمناصب الأساسية يشيل التجري ويحط من الأورومو ابتدى ده يعمل ضغينة خصوصا الصلح مع أريتريا اللي كانت في عداء شديد جدا مع التجري ودلهم المنطقة اللي كان عليها النزاع اللي حصل؟ اللي حصل أنه كان في انتخابات مفروض أنها تحصل أبي أحمد قال أنه بسبب ظروف كورونا هنأجل الانتخابات تجري عملوا انتخابات لوحدهم وقالوا أن احنا مش معترفين بشرعية أبي أحمد هو قال أن احنا مش معترفين بشرعية الانتخابات اللي تمت في التجري النتيجة كانت أنه منع عنهم التمويل المالي وبالتالي استعانوا بقى واستغاسوا للمجتمع الدولي أن يشوف فيه إيه ما حصلش حاجة النتيجة أنه اندلعت الحرب بينهم وابتدت الحروب المسلحة اللي بقى لها فترة دايرة 200 ألف واحد نزحوا نحية السودان لأنه هي شمالها ريتريا وغربها السودان السودان في مناطق منطقتين أو ولايتين مشهورين في السودان أساسا فيهم نزاعات قبلية ففيهم مشكلة وبقى فيه سيولة على شريط الحدود لأنه أساسا بتتم فيه عملية تهريب سلاح وتهريب بشر وأصبح الأمن منفلت واليونسيف بتقول أن فيه 2 مليون طفل معرضين لمأساة وتشرط ومازالت الحرب مستمرة وكل واحد من الفريقين بيقول أنه هو المتقدم القوات الجيش الأسيوبي بتقول أنها تسيطر بالدبابات أما بالنسبة لتجراي فهم بيقولوا أن هم مسيطرين طيب إحنا معانا على هاتف